فيما كان بحاح يعلن من باب المندب انتهاء الزمن لمغامرات الحوثي وصالح يتجه الحوثيون في مغامرة جديدة صوب طهران الوفد الحوثي الذي اتجه لطهران بعد لقائه زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت وصفته وسائل الاعلام الرسمي الايراني برفيع المستوى لاجراء لقاءات رسمية مع مسؤولين ايرانيين قبل ان يتوجه الى العراق وروسيا تحركات عدها مراقبون بانها لممارسة الضغوط للبدء بمسار سياسي بعد فشل الميليشيا بالحصول على الدعم العسكري الايراني طهران هذه المرة كما يبدو انها القشة الاخيرة للميليشيا ومدخل جانبي لموسكو ومجلس الدومة في محاولة اخيرة لفرض توازنات جديدة ومؤثرة ومباشرة للقوى الدولية في الملف اليمني على غرار سوريا الوجه الاخر للتدخل الايراني الروسي ما من تفسير لرفض البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران قرار الرئاسة اليمنية باغلاق مكتبها ومغادرة ايران الا ان رفضها المطلق لسلطة هادي وشرعية وهذا يؤكد وجود ولاءات داخل الجهاز الدبلوماسي تابعة للميليشيا والمخلوع صالح وهي خطوة عدها مراقبون انها تأتي في سياق الفشل المبكر لسياسة هادي في التخلص من اعوان صالح خسرت الميليشيا كل الرهانات امام واقع يزداد صلابة لتتكسر على صخرته اطماعها في السيطرة على البلاد ومعها خسر المشروع الايراني التوسعي في المنطقة باسرها وارتخت قبضة طهران عن اليمن لم تهدأ الضربات التي يوجهها الجيش الوطني والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربي في مأرب ومع كل خسارة تتلقاها الميليشيا وتعز تضييق خياراتها مع الحصار المفروض عليها التحركات الحوثية تسير على ذات خطى وتحركات فريق حزب المخلوع صالح الذي زار بيروت وموسكو وديمشق وطهران ولعل هذه التحركات تكشف حجم عدم الثقة بين حليفي طهران اللدودين في اليمن والبحث عن مخرج لم يعد آمنا بعد اليوم